السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الرابعة متوسطة لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح نحل فرض اللغة العربية للفصل الثاني إذن إن شاء الله اخترنا هذا الفرض مع بعض لأنه يحتوي على دروس الفصل الثاني إذن يلا بدون إطالة نبدأ ونقرأ كالعادة السند ولا نستعنى نفهم على ماذا يتحدث ثم نذهب إلى الأسئلة ونحلها سؤال بسؤال إذن نبدأ ونقرأ والسند يقول كبار النفوس لا يحسدون عفوا أو كبار النفوس لا يحسدون لأن الحسد من صغر النفس وضعف الإرادة ولؤم الطبع والعظيم الأبي من بعدت المسافة بينه وبين هذه الأخلاق الوضيعة وقد قيل الحسود لا يسود وهي كلمة عظيمة لما تضمنته من معاني كبيرة فالحسود يكون ضيق الخلق علي للصدر مضطرب الفكر إن رأى ذا نعمة أو شاهد أحد النال مقاما رفيعا ودى أن تتحول تلك النعمة إلي إن وضاعة النفس تدفع الإنسان إلى تمني زوال النعمة على غيره وليس ذلك إلا لأنه ضعيف الإرادة صغير النفس يتقاعس عن إقدام على عمل السادة واعلم أن نار الحسد قد تبلغ بالحاسد حدا يدفعه إلى إيذاء محسوده والسعي في ضرره وإنما يعمل ذلك وهو صائر لنفسه لا الوضيع ومتى بلغ الحسد بصاحبه هذا المبلغ صار وحشا ضاريا فيموت بغيظه ويحرق بنار حقده قال معاوية كل الناس أقدروا على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها لذلك قيل كل العداوات قد ترجى إماماتها إلا عداوة من عادك من حاسد من عداك من حاسد إذن هنا النص سهل وبسيط يتحدث عن الحاسد معنى الإنسان الذي يحسد سواء يحسد الناس على النعم أو يحسد الناس على الصحة إلى غير ذلك يعني من اللي ينالوا مقام رفيع مثلا عنده مقام رفيع أو عنده نعمة أو عنده حاجة أكثر منه يتمنى أن تتحول تلك النعمة سواء إليه أو الأسوأ من ذلك يتمنى زوال هذا النعمة لذلك المحسود إذن نعرفه قال أننا هنا حسد جاي من ضعف الإرادة لؤم الطبع يعني الإيمان كيكون كذلك ناقص فهو من الأخلاق الوضيع الوضيع معنى الأخلاق الدنيئة يعني لي مش يمليحة يلا هذه هي النص على ماذا يتحدث قلنا النص يجب علينا قراءته على الأقل ثلاث مرات يلا نبدأ الأسئلة واش تقول لي؟ البناء الفكري أول سؤال صغ عنوانا مناسب للنص ما أنت أعطيني عنوان مناسب للنص العنوان يقدر يكون كلمة بعض الكلمات لكن ليس جملة وفهم ما نقدر واش نديره جملة طويلة جدا يلا سؤال الثاني عدد أربع صفات للحسود يعني الإنسان الحسود عنده صفات قلنا واضعة ولا أخلاق واضعة أعطيني أربعة منها من النص ثالثا ما الذي يتمنى الحاسد لحاسده ولماذا؟ كذلك نجبدوها من النص هات مرادف الكلمات التالية يعني المرادفات لكيف كيف الواضيعة لانا قلناها واش نمعتها؟ الأبي وودا إذن أبنائي مثلا كيما نعرفش إذا سهلا نديرها ديراكتو ما ندير المرادف ولا الضد على حسب سؤال إذا صعبا نروح نحكم الكلمة التاعي في النص ونقرأها جيدا ثلاث مرات أربعة ونسي أني نحولها إلى كلمة يعني مرادفتو يلا ننتقل البناء اللغوي واش يقول استخرج من النص جملة شرطية محددا عناصرها مع أنتا نستخرج جملة الشرط إذا كذا فإنه كذا دي وش معتها جملة الشرط ونحدد العناصر تحتها الفهم؟ السؤال بعده اعرب ما تحته خطف النص احن شوفوا الإعراب ثالثا ما محل جملة بين قوسين من الإعراب إذا عندي جملة رح يقول ما محلها من الإعراب يلا البناء الفني السؤال الأول يقول استخرج من الفقرة الأولى صورة بيانية وبين نوعها وشرحها إذا حذار خلط ما بين الصور البيانية والمحسنات البديعية نحط لكم رابط الفيديو هذا اللي دلناه الفرق الجوهري ما بين الصور البيانية والمحسنات البديعية السؤال الثاني استخرج المحسن البديعي الوالد في البيت الشعري الآتي مبين النوع فم دوما نستخرج ونعطي النوع ومنظر كان بالصراء يضحكني يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني فم إذن نحن نشوفه وشنه المحسن بديع الموجود ونعطي النوع التاعو الوضع الإدماجي يتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقيل حسود الحسود لا يسود فم هذه مفروغ منها على ضوء ذلك اكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيها عن الحسد وأثره في حياة الفرد والمجتمع موظفا أن نعتمعها الصفة نوظف كذلك الحال والمحسنات البديعية إذن كليا رح ندو أفكار من النص التاعنا إذن يالله بدون إطالة نبدأ الحل مع بعض نبدأ بالسؤال الأول اللي قل لي صغ عنوانا مناسبا للنص ولا أعطيني عنوان مناسب للنص إذن أبنائي بدون مخاطرة يعني ليه ما يحبش خاطر ياخد سهل شي ويحط الحسد لأنه لا نهضره على الإنسان اللي يحسد مفهم إذا تلميت حبي يدير أطول منها كذا يدير السؤال الثاني عدد أربع صفات للحسد معنى الإنسان اللي يحسد الناس عنده صفات مذكورة في النص أعطيني أربع منها يلا نشوفه عندنا علي للصدر معنى الصدره مواسي ضيق مضطر بالفكر معنتها يخمم بزف هذاك عنده هذاك ما عنده أحسن مني هذاك أحسن مني في كذا إلى غري ذلك ضعيف الإرادة يعني الإرادة التعوى ضعيفة لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يكون أحسن من إنسان آخر ينوض يدير هذه الحاجة مفهوم أو ينوض يعمل ضيق الخلق معنتها الخلق التعوى تم تم مثلا يزعف ولا تم تم مفهوم كذلك عندنا الجبن معتها جبان إلى غري ذلك يعني ناخدها كلها من النص يلا عندي السؤال الثالث يقول ما الذي يتمناه الحاسد لحاسده؟ مثل إنسان اللي يحسد ماذا يتمنى للمحسود؟ ما يتمنى؟ زوال النعمة على غيره الله يعافينا لأنه جبان وضعيف الإرادة لأنه قال لي علاش مفهوم يتقاعس عن العمل تعوى ويحب أن النعمة هذهك تزول على صاحبها مفهوم الله يعافينا؟ لأنه علاش جبان هذه أولا لأنه ضعيف وجبان ويتقاعس في عمله يعني ما يحبش يختم ويحب يكون عنده يلا السؤال اللي بعده هات مرادفات الكلمات التالية إذن قلنا الوضيعة معتها الدنيئة المنحطة معتها أخلاق دنيئة أخلاق منحطة قلنا نروحوا للنص ونشوفوا هذه الأخلاق الدنيئة ولا نقدر نقول هذه الأخلاق المنحطة يلا هاللي بعده قال لي الأبي إذن شوفوا واللؤم الطبع والعظيم الأبي من بعدت المسافة بينه وبين هذه الأخلاق العظيم الأبي إذن جاية مور كلمة عظيم فهي صفة جيدة إذن الأبي هو عزيز النفس سمعت لي نفسه عزيز عليه هو عكس الإنسان الحسود يلا ودى نعرفوها ودى أبي كذا وكذا إذن أراض أو تمنى رضيها وشنو معتها ودى يلا ننتقل إلى البناء اللغوي ولازم ننحضم له أول سؤال استخرج من النص جملة شرطية محددا عن صروا إذن كي نزوج يعني أنا نعطيكم فقط الواحدة ونزيد لكم الثانية نبدأ واللولى استخرجناها من النص إذا رأى نعمة أو شاهد أحد النال مقاما رفيعا ودى أن تتحول تلك النعمة إليه وشنو هو الشرط؟ الشرط معتها أني نقول لك إذا صرت كذا فإنه يحدد كذا رأى أني نشرط لك لهنه يقول إذا رأى نعمة يعني إذا واحد عنده نعمة تمنى أن تزول هذه النعمة هذه وشنو معتها؟ وش فيها الأدوات؟ قلنا فيها آدات الشرط إذا من يشتهدي ينجح إلى غير ذلك يعني كين بزف الأدوات عندي الجملة الأولى نسميها جملة الشرط والجملة الثانية الجملة الفاصلة جواب الشرط معتها هاو الشرط التاعي وهاو الجواب التاع هذه بالنسبة للجملة الأولى عندنا كذلك جملة أخرى تقول ومتى بلغ الحسد بصاحبه هذا المبلغ صار وحشا مضطارب ثم ماتا هي أداة الشرط؟ يعني وقته يبلغ الحسد يلحق كما نقوله درجة كبيرة جدا صار وحشا ضاريا إذا صار وحشا ضاريا هي جملة جواب الشرط وهذه الأولى جملة الشرط نفهم؟ إذا نحن نخير الأسهل فيهم ولا اللي صبناها يلا السؤال يبعده اعرب ما تحته خط في النص إذا عندي ضيق وعندي اعلم يلا نقرأه دايما الإعراب لازم نقرأ الجملة اللي قبله يلا ضيق إذا فالحسود يكون ضيق الخلقي إذا ضيق شوفوا يكون كان تكون كلها أفعال ناقصة مفهوم؟ إذا يكون ضيقة إذا دوما وش نديره؟ ناخد مثلا المثال بشاكة تلميدي واللي يعرف يعرف كان الطفل إذا نركزوا لي مليح يعني ناخد مثال نائما ركزوا مليح كان فعل ماضي ناقص الطفل وشنه يا؟ اسم كان ونائما خبر كان مفهوم؟ إذا دوما اسمه لازم يكون مرفوع هل هذا مرفوع؟ يكون ضيقة إذا لا ليس مرفوع إذا فهو خبر كان دوما وقل لأستاذة وروا اسم كان وقل لكم محبوث مفهوم؟ إذا ضيقة خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرين مفهوم؟ دوما ناخد هي يعني أحسن شي أنكم تاخدوا جملة صغيرة ولا بسيطة تعرفوها تكتبوها باش تعرفوا إذا راكم في الخبر ولا راكم في المتدأل وكان صبتوا مثلا مرفوع صح نقول راني في الإسم يعني اسم كان وإذا صبتوا منصوب نعرف باللي راني في خبر كان يلا ناخدوا اللي بعده يقول لي واعلم إذا اعلم راني نأمر فيك فهو فعله أمر مبني على السكن هذا ما كان منزيد فيه والو مفهوم؟ هذه بالنسبة إلى الإعراب يلا نروح اللي بعده قال لي ما محل الجمل يعني عندي تلك الجمل التي بين قوسين من الإعراب عندي لا يحسدون عفوا وهو صائر لنفسه الوضيعة وأن تتحول يلا نشوفوا كل وحدة ما محلها من الإعراب إذن عندنا ثلاث جمل الجمل الأولى لا يحسدون أن تتحول وهو صائر لنفسه للوضيعة إذن نهنا أبنائي دوما نسي أنا الجملة التاعي مثلا عندما يعطونا جملة نسي نحولها إلى كلمة مفهوم؟ يعني في سياق المضمون لك نشوفو كيف نحلوها هذك الكلمة نسي نعربها مثلا نهنا لا يحسدون كبار النفوس لا يحسدون لنهنا أولا نقول إذا كانت جملة اسمية أو فعلية لا يبدأت بلا فهي جملة اسمية لنهنا أن تتحول فهي جملة فعلية مفهوم؟ لنهنا وهو يعلم إذن فهي جملة اسمية مفهوم؟ إذن دوما أول شي نقول إلى جملة اسمية أو جملة فعلية هذه اللولة أم بعدا سي كل واحدة نحط فيها نحط في فلاسة يعني تكون جملة من تنين ثلاثة كلمة إلى أغري ذلك نحطها في جملة واحدة لنهنا كبار نفوس لا يحسدون إذن لنهنا لا يحسدون جاءت جملة فعلية في عفوا فعلية وليست اسمية إذا قلت اسمية يحسدون في جملة فعلية قلنا في محل رفع خبر للمبتدأ نفهم؟ يلا نخدو مثال آخر ودّ أنت تحول ودّ أنت تحول علاش كون الحاسد إذن أنت تحول نقدر نقول ودّ التحول إذن نعودو نكتبو تحتها التحول مثلا مفهم؟ إذن التحول اللي هناكي فشنا عربها ودّ ماذا؟ إذن ودّ التحول إذن فالتحول جاءت نفعل به إذن وش نقول؟ نقول الجملة فعلية في محل نصب إذن وشنو؟ مفعول به سهلة جدا نزيدو اللي مورها نخدو مثال آخر وإنما يعمل ذلك وهو فائر لنفسه لا الوضيع إذن وهو جاءت فعلية إذن نقولو جملة فعلية لكن فاش نقدر نرجعها كلمة إنما يعمل ذلك يعمل ذلك فائرا مفهوم؟ يعمل ذلك كيف؟ إذن نقدر نسأل السؤال كيف؟ يعني هذا الجملة قاعدك نقدر نرجعها كلمة وحدة اللي هي فائرا تقعد عندها نفس المعنى وإنما يعمل فلسما نقول ذلك وهو فائر لنفسه للوضيع نقول وإنما يعمل ذلك فائرا مع أنت غاضبا أو ما تبلغ إذن غني ذلك إذن فائرا جاءت وشنو حال؟ إذن نقول جملة اسمية في محل نصب حال مفهوم؟ إذن دوما نقول إذا فعلية أو اسمية إذن هنا عندي فعلية إذن فعل نقول فعلية عندي كذلك فعل نقول فعلية بدأت بأسماوات نقول اسمية ودوما نسيوا أنه نحولوا الجملة إلى كلمة واحدة نشوفوا هذه الكلمة واش نعربوها ونصيبوا في محلي كذا في محلي نصب كذا أو رفع مفهوم؟ لا يحسدون جملة جاءت فعلية في محلي رفع خبر يلا وهو جاءت اسمية إذن نكتب اسمية في محلي ماذا؟ فلسما نقول وهو ثائرا نقول ثائرا إذن في محلي نصب حال نقدر نسأل السؤال كيف أن تتحول فعلية تتحول فعلية في محلي نصب مفعل به معتها التحولة رجعناها التحولة مفهوم؟ يلا البناء الفني يقول استخرج من الفقرة الأولى صورة بيانية يعني نروح الفقرة الأولى وبين نوعها وشرحها إذن الحسود مضطرب الفكر يعني هذه استخرجناها من الفقرة الأولى وش يقول هي عبارة عن السعارة المكنية شوفوا قال يبين نوعها ثم نقوله إذا تشبيه إذا استعارة صريحية مكنية إلا غالية لكن لا هنا استعارة مكنية علاش استعارة مكنية فهو شبه الفكر الفكر كما احنا قولون الأفكار التوعو شبه الفكر يعني فكر الحسود معنى الإنسان اللي يحسد بالبحر يعني البحر المضطرب الهائج لكنه حذفه معنى حذف البحر ما كاش مشبه به ما قش الحسود مضطرب الفكري كالبحري إذا حدفنا المشبه به وترك قارينة دالة عليه وهي الإطراب إذا عندي الحسود مضطرب الفكري أنتم ما كملوها مثل البحر وشوفوا حدفنا الأدات وحدفنا المشبه به وتركنا قارينة دالة عليه وهي الإطراب جبناها من كلمة مضطرب إذا فهي استعارة مكنية هذه بالنسبة للصور البيانية يلا نستخرجوا محسن بديعي من هذا البيت الشعري ويلا هش قلنا المحسنات البديعية ذي الطيباق الجيناس المقابلة السجع إلى غري ذلك بالصراء يضحكوني وبالضراء يبكيني كي انت لا متع كتير يغلطوا يديروا الصراء عكسوها الضراء لا كي تكون عندكم مقابلة ما تقدرواش تتخرجوا من هذا الطيباق مفهوم الطيباق نلقى كلمة ضد كلمة لكن إذا لقيت جملة ضد جملة فهي مقابلة إذن حذاري ولا يكتب يضحكوني عكسوها يبكيني لا كي نقولكم مثلا العلم ونور والجهل وضعنا فهي مقابلة ما قدش نستخرج منها الطيباق مفهوم يعني تغلب المقابلة كي يكون الجملة مفهوم هذه فقط نوعها هي مقابلة يلا بالنسبة للوضعية الإدماجية قال لي فقط اكتب عشر أسطر إذن ما لازمش نفوت عشرة أسطر يلا نتحدث فيها عن حسد يعني عندكم أفكار جيدة جدا عن الحسد وكذلك النص نقدر نده منه أفكار وليس نده كامل النص وندير الشواهد هاته قول الرسول عليه الصلاة والسلام هاد الشعر مثلا إلى غير ذلك ولا ننسى أن نعتليقنا الصفة الحال والمحسنات البديعية إذن هذه بالنسبة لفرض الفصل الثاني للغة العربية للسنة الرابعة متوسط إذن أبناء إذا عندكم أي سؤال لا يستفسر خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله